قد تخرج قريبتك إلى متجر للتسوق أو حديقة للتنزه لكنها لن تعود ستبحث عنها بلا جدوى لكن الفاجعة هو اكتشافك أنها مختطفة بتهم ملفقة هذا ما يحدث في صنعاء المختطفة أصلاً منذ أكثر من أربع سنوات من قبل ميليشيا الحوثي وفق وكالة أسوشيتت بريس فإن النساء المختطفات بلا سبب من المتاجر والحديق يتم تعذيبهن في فلل تابعة لقيادات ميليشيا الحوثي وقالت الوكالة نقلاً عن منظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر بأن النساء المحتجزات تلفق لهن تهم التعاون مع ما يسميه الحوثي بالعدوان بالإضافة إلى تهم لا أخلاقية داخل تلك الفلل الحوثية تقوم ميليشيا الحوثي بممارسة وسائل تعذيب بحق النساء وبحسب الوكالة الأمريكية فإن الحوثيين يمارسون التعذيب الجسدي والإخفاء القسري فضلاً عن التعذيب النفسي الذي يلحق الضحايا وأسرهم وتؤكد الوكالة قيام الميليشيا بعمليات ابتزاز عائلات الضحايا باشتراط دفع مبالغ مالية باهظة من أجل الإفراج عن بناتهم المختطفات اختطاف وتعذيب وابتزاز ثلاث جرائم وفاعل واحد ميليشيا الحوثي التي تقوم باختطاف النساء من المتاجر والحدايق تاركة وراها فضائع نفسية تلحق بالضحايا وعائلاتهم ترجمة نانسي قنقر